اكثر اغنية شفت فيها كفاعل المس ايه او اغاني لانه في اغاني كتير فيه طب اقولك مكسرة الدنيا اه هي طب اقولك مخصمك طبعا اه هي طب اقولك احكي عن كواليس الاغنية دي كواليس اختارك ليها لانها اعتقد انها يعني هتبقى فرقة في اه طبعا الحمد لله يعني مسارك بعد كده اه طبعا اه لونية دي حطيتني على حتة كويسة جدا كان نفسي ان انا كن فيها والحمد لله يعني بتزاهر الناس ان انا اللون ده انا مسلم اللي بقدم ده مش بقدم اه فن يعني حاجة هابطة او بعمل حاجة هابطة لا انا انا عايز اقدم حاجة اللي خلي مهرجانات ما تبقاش فن هابط او زي ما الناس بتقول انها لا فن مش شبه الطرب اللي احنا عايزين فيه ناس فيه ناس بتقدم المهرجان بشكل وحش انا كنت بقدمه وزمان دلوقتي انا بطلت اطلع منه ومش نقطر حاجة لا كلهم طبعا رواس وادماغي بس انا انا اصلا من صغري مطربي يعني روحت الابرة وتعلمته وخدت الاول على شمودة كان مد دهاني فعني الحمد لله او كان مديني الاول على الجمهورية ده صانع النجوم او الحمد لله انا عندي عشر سنين فكت بغني فانا والدي حتى كان فنان فانا طلع من بيت كل فن يعني عارف المجال ده من صغري فعشان كده انا لكن الرعب والمهرجانات ده لون قريب من الشباب ومن المراهقين وبتوصلوا بسرعة عشان كده اخترتوا لا انا مش بغني انا بغني الالوان انا انا عامل كده معينة لو سمعتها اتقول ان الميجز بتاع المسلم بس فانا على فكرة انا اللي بوزع نفسها من الباكتوب يعني انا اللي عم كل حاجة واحدة اعتقد دي مش معلومة مش كل الناس تعرف اوه كتير اوه حتى يعني كاركوبة كتاب اقول لك دي اللي هي انا اللي عملك كلها من كلماتك اوه مني تزد انا اللي عم كل حاجة اه والكواجلة كانت يعني كولوس الوناية دي كانت بسطة جدا وبرده مكنتش توقع رد في علامة مع الناس دي متصدرة وقت كبير جدا والحد دلوقتي اول ما بتشتغل الناس كلها يعني اه بتغيص حسا مش طبيعية غير بها بعدها نفس انا هقول الحمد لله كنت مقدم تلات تركاتنا كحين كان انا كاركوبة واغنية مخصمك ولفنا الدنيا مخصمك قسرت الدنيا معنا وبرده وتصدرت ويمكن انت خليت الناس تعرف الاغنية حمد لله اه مغنيها قبل كده اه 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 لا مخدتش نفس النجاح الحمد لله لا وهي هي نسانة شطرة وتستاهل انها تكون هي طبعا جميلة والاغنية حلوة لكن احيانا الديو بيصنع نجاح للاغني اه طبعا طبعا ما بتصنعوش النجاح ما بتصنعوش نجاح الاغنية نفسها اكي لمفردها لما المغني صاحب الاغنية يا جميع صح لانه بيبقى جمهورة انا بيفرق طبعا لما بيشوف مسلم بيغنيها فبيحبوا زوتي فيها فكده يعني الحمد لله كلنا بنساعد بعض وكلنا يعني اسباب لبعض مش اكتر